صاحبة السمو الملك الأمير للأسماء تترأس بقصر الضيفة بالرباط مأدوبة غضاء أقامها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على شرف السيدة الأولى لكودفور السيدة دومينيك وترى التي تقوم بزيارة عمل للمملكة حضر هذه المأدوبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد خالد أيد طالب ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة سيد عواطف حيار ووزير الشباب والثقافة والتواصل السيد محمد مهدي بن سعيد وسفير المغرب بكودفور السيد عبد المالك الكتاني ووالي جهة الرباط سل القنيطر عمل عمالة الرباط السيد محمد لحقوبي كما حضر هذه المأدوبة المديرة الوطنية لمؤسسة أطفال إفريقيا سيد نادين سانجاري ومديرة الدواني السيدة باتريسيا سيلفياو